السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة الكرة الزهبي إذن بطولة العرب أو مونديال العرب بدأت ومنتخبنا الوطنة في أولى المباراة أمام المنتخب الإماراتي فيديو اليوم رح نحكي عن قائمة نهائية منتخبنا الوطنة تشكيل للمتوقعة موعد وتوقيت المباراة مشان هيك كنت تحضرونا نهاية الفيديو تعملونا لايك كومنت تفعيل زر جرس ولا عم يحضرنا وما اشترك تمنى يشترك بالقناة مش موعد وتوقيت المباراة ثلاثة إن شاء الله بكرة ساعة عشرة بتوقيت مكة سوريا الإمارات قنوات النقلي قنوات الكاس اللي بديو يحضر المباراة رح يحط لكم بأول كومنت المثبت أو على منتدى القناة رابط تطبيق ياسين تطبيق الأسطورة هذو اللي أفضل تطبيقين حاليا عم يعرضوا البي انس بورد وقنوات الكاس فيكن تحملوها بتحضر المباراة بكل سهولي واللي عنده ريسيفر يعني بيحضر على قنوات الكاس مندون برنامج مندون شيء بس نحن عم نحكي يلي بديو يتابع على التليفون على الجوال قبل ما نحكي بالتفاصيل خلينا ننتفق على شيء إنو هاي بطولة كاس العرب بالنسبة لمنتخبنا الوطني رح تكون عبارة عن تجريبية ليش خلنا نكون واقعيين شوي تيتا ما صر له أسبوعك مستلم المنتخب اللاعبين محترفين عم يهربوا هلا أنا ما محط أعزار بس أنت ضمن الإمكانيات بدك الطالب ضمن إمكانيات المنتخب بدك طالب المنتخب شفنا نفور وهروب وما بعرف شو منها نسميها بالنسبة للمحترفين وبرأيي هذا الشيء من صالح منتخبنا بعد شوي رح نحكي ليش وبالنسبة للمدرب يعني المدرب للسماعة في اللاعبية يعني ما بيعرف اللاعبية رح يعتمد على استشارات المساعد المدرب أو الكادر التدريبة لأنه أصلا حتى بالمقابلة قال أنا أزيد بعد عشر سنين تفاجأت مستوى الدور السوري وتفاجأت مستوى المنتخب فلذلك من أنتفق على الشيء تكون مطالبنا ما كتير يعني مجرد أنه نشوف مواهب حلوة نكتشف كم لاعب يعني يكون المنتخب عم يلعب بروح عالي فقط هذا المطلوب حاليا لو عم نطالبهم فوز ولو عم نطالبهم بالبطول ولو عم نطالبهم دور تانين نحن حاليا عم نطالب أنه نشوف في روح عالي في مجهود من اللاعبين ضمن الإمكانيات وخلينا نشوف القائمة النهائية قبل ما نشوف تشكيل المتوقع لما انتخبنا الوطني أمام الإمارات القائمة النهائية كانت عم نضم خالد حاج عثمان براهيم عالمي طاها موسى هدول الحراسة الثلاثة بالنسبة للدفاع يوسف محمد فارس الرنقود سائر كرومة بصراحة الحلول بالنسبة لتيتا كتير ألي اللي هلأ نحن عم نذكر فقط تتلاعبين دفاع بالنسبة للأظهرة مؤيد الخولئ أحمد الخصي عمرو جنياد ضياء الحق محمد صهيوني والوسط أوليفر كاسكو محمد عثمان العنز حميشي محمد دريحانية مصطفى جنيد محمد مرمور هذا هو الخط الوسط بالنسبة للأجنحة عنا محمد الحلاق ورد السلامة المواسط لحد الآن بين البينين بصراحة ما بعتقد المواسطين ضم عم يحاول لحد الآن بس بعتقد أنه موضوع انتهى بالنسبة للهجوم عنا محمد البحر وعلى بشماني حتى بالهجوم خيارات تيتا قليلة فلذلك ما فينا نطالب المدرب حاليا بما أنه هو شديد ويعني نشوف عنا شح باللاعبين فلذلك بتمنى أقل لشي نشوف روح عالي من اللاعبين بالنسبة أن هذا بيكفي خلينا نشوف تشكيل المتوقع تشكيل المتوقع يعني فينا نقول تشكيل المتوقع أو أنا المتمنية شوفها لما انتخبنا الوطني يعني نجرب بعض اللاعبين وحراسة المرمى أنا بتمنى يكون خالد حاج عثمان ما بتمنى يكون العالمي أكيد إذا ما خالد حاج عثمان طه موسان هم ما يكون العالمي بالنسبة للدفاع كرومة يوسف محمد يعني حكينا نحن قبل شوي بالنسبة للدفاع خيارات جدا جدا ضعيفة يعني أفضل أو يستحسن يكون كرومة يوسف محمد عجلة اليمين الخولة أكيد يعني الخولة أنسب الخيارات عجلة اليسار في عنا الصهيونة وفي عنا ضياء الحق يعني هلأ زي منقول الصهيونة لحد الآن ما أخذ فرصته مع منتخبنا الوطني فبتمنى هاي المباراة تكون فرصة للصهيونة هلأ الصهيونة شفناه بالدورة لاعب رائع بالنسبة في نقول كظاهير يسار ممتاز تزديدات رائعة ضياء الحق مع المنتخب أداءه نص نص مع نادي بالدورة ممتاز هلأ الدورة شي والمنتخب شي بس الصهيونة بعتقد بهيك بطولي يعني لازم ياخد فرصته بتمنى يكون الصهيونة إذا ما الصهيونة أكيد رح يكون ضياء الحق لأنه عنده فقط هاللعبين بلعبوا بهالمركز يعني خيارات المدرب نرجع عنه مكرر جدا جدا قليل وديا منتصف الملعب منتصف اللاعب ملعب عنا أكتر من اللاعب منتصف الملعب عنا أكتر من ملعب أكيد رح يكون محمد عثمان منتصف الملعب أكيد هذا بالنسبة لللاعب الثاني ممكن يكون كاسكو أنا بتمنى أن يكون كاسكو كاسكو شفنا مع منتخبنا لأولمبي يجيد قطع الكرات ما بشتط طابي هلأ أكتر شي بتميز في كاسكو بفتقده لاعب الارتكاز أو لاعب المنتصف منتخباتنا الوطنية بفتقده العنز والأشقر بيمتلكه كاسكو إنه بس استلم الطابي ما بشتط هاللاعب بسلم الطابي يعني بتحس إذا اللاعب ما عنده خيارات بالأمام عم يرجع الطابي للدفاع عم يلعبه للباك لليمين للباك الشمال المهم ما يشتط الكرة فهذا الشي ممكن نستفيد منه إذا تم إشراك كاسكو إذن حكينا المنتصف رح يكون كاسكو محمد عثمان بالنسبة لللاعب الثالث منتصف أو اللاعب رح يكون متقدم هو رح يصنع الألعاب عنا ممكن محمد مرمور لاعب ممتاز وعنا مصطفى جنيد بصراحة يعني هلا عم يذكر ذكرت لكم الصهيونة رجع ذكرت محمد مصطفى جنيد رجع ذكرت كاسكو هدول اللاعبين أنا بتمنى يشوفهم مع المنتخب الأول مصطفى جنيد شفناه بالدورة لاعب ممتاز مهارة بيصنع الفرق عنده حلول تزديداته رائعة فبتمنى يشوف مصطفى جنيد بالتشكيل لأنا تشكيلة توقعتها وبتمنىها ممكن يكون محمد المرمور ممكن يعني محمد المرمور خبرة أكتر من مصطفى جنيد بما أنه مصطفى جنيد لاعب شاب بس إذا كان مصطفى جنيد يعني ممكن يشوف مهارات من هاللاعب لاعب شاب بحاجة الدعم بحكينا هاي البطولة يخليها تكون فرصة لللاعبين جربنا بالتصفيات الأسوية ما خلينا لاعب ما جبناه من الدوريات الخليجية ما استفدنا شي لا شفنا أداء ولا شفنا نتيجة بالنسبة للأجنحة على يمية رح يكون ريحانية على يسار رح يكون محمد هلاق بالنسبة لقلب الهجوم أكيد البحر أكيد البحر رح يكون قلب الهجوم وبتمنى التوفيق لمحمود البحر يعني هلأ إذا من نحكي نحن بداية الفيديو حكينا أنه المحترفين عم يرفضوا الانضمام لما اندخبنا الوطنة ليش الأسباب كتير بس هي فرصة لبعض اللاعبين يعني محمود البحر كتير نظلم بالتصفيات الأساوية هاللاعب كتير نظلم يعني نزل عشر داية أو ربع ساعة كان عم سجل هدف وبعدين ما عشفنا اختفى مع العقم الهجوم الموجود عندنا فمحمود البحر هاي فرصتك هاي فرصتك بتمنى يعني تسجل أهداف تصنع تلعب تراوغ لحتى تحجز مكانك باقي المباريات بالتصفيات بصراحة صار فيه بطولة كأس العرب يشوفوا أساسة بالتصفيات الأساوية كانت التشكيلة المتوقعة أو التشكيلة اللي حابب شوفها أنا مع المنتخب الوطني وبحسة أنه ممكن تعمل النتائج يعني حكينا المراكز اللي حكينا فيها يعني خيارات محدودة لاعب أو لاعبة مثل ما حكينا صهيونة ضياء الحق مثل ما حكينا مصطفى جنيد ممكن يكون محمد مرمور يعني خيارات جدا جدا محدودة بالنسبة للمدرب أهم شيء ما يصير إصابات إن شاء الله يعني والمباراة أنا حابب أحضر مباراة شوف روح عالي نكتشف مواهب فقط بالنسبة للمنتخب الإماراتي نرجع نحكي على المنتخب الإماراتي المنتخب الإماراتي فيك تقول 90-95% كامل نفس المنتخب اللي عم لعب بالتصفيات اللاعبين كلون عم نضموا للمنتخب يعني توقعات تكن تسألوني توقعات نتفائل مع تيتا ليش لا ما نتفائل ليش ترح نتفائل لأنه أنت عم تحط لعبين شباب كل لاعب هلأ اللي ذكرتون 70% لعبين شباب في كتير لعبين أول مرة بشاركو فلذلك هذا عامل مهم أنه اللاعبين تثبت جدار كان عنا نحن بالتصفيات لعبين أنه ناسمهم يعني صراحة لا المواس بحاجة أنه يثبت حاله لا عندك الخريبين بحاجة أنه يثبت حاله ولا السومة بحاجة أنه يثبت حاله أسماء خلص أسماء اسم كبير معروف أما بالنسبة أنت عم تجيب البحر فرصته مصطفى جنيد محمد مرمور فرصته الصهيونة فرصته لللاعب كاسكو فرصة لا تعوض أن يشارك مع المنتخب الأول يعني أسماء شابة ممكن نشوف نحن إن شاء الله يا رب أنا من هذا العامل متفائل إن شاء الله هذا العامل بيكون عامل وحافز ممتاز لما انتخبنا الوطنة توقعات بتوقع نتفوق بهدفين مقابل هدف واحد اتفاجأتوا ما أنا دائما متفائل منتخبنا الوطنة دائما متفائل يا رب إن شاء الله 2 واحد لما انتخبنا السوري أمام المنتخب الإمارات كنت أقول بكم أنتوا وقعاتكم إن هالمباراة سوريا الإمارات أنا متفائل هكي مبارا سبحان الله قلبي حاسن هالمرة إنه رح نفوز بهمة الشباب إن شاء الله إن شاء الله هالمرة منصوري إن شاء الله منتخبنا الوطنة رح حقق الفوز في أولى المباراة نرجع معيني ونكرر الثلاثة ساعة عشر بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله هيك يعني نحن هم نذكر أسماء أول مرة يمكن بتشارك مع منتخبنا الوطنة الأول يعني تكون حافز إن شاء الله يا رب متفائلين إن شاء الله متفائلين مع نهاية الفيديو اليوم بتمنى دعم أكثر منكم القناة لايك كومنت تفعيل زر جرس والله عم يحضرنا ما اشترك تمنى يشترك بالقرام اكتبوا لي بكومنت وقعاتكم لهالمباراة سوريا الإمارات إن شاء الله بعد المباراة رح نعمل فيديو التاني ونقول مبروك إن شاء الله هالمرة رح نقول مبروك تفائلوا والخير تجدوه بتمنى دائما تظلوا خير السلام عليكم